ترأس سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الفخري للاتحاد البحريني لرياضة فنون القتال المختلطة مؤسس منظمة خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة ترأس الاجتماع الأول للجنة العليا المنظمة لبطولة العالم لفنون القتال المختلطة للهوى وذلك بمكتب سموه بالرفاع وفي مستهل الاجتماع كدى سموه أن البحرين تمتلك جميع المقاومات التي تساعدها على تحقيق التميز والنجاح بتنظيمها واستضافتها البطولة العالمية في شهر نوفمبر مضيفا سموه أن البحرين استطاعت أن تكسب ثقة الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة بالحصول على حق تنظيم واستضافة هذا الحدث العالمي الذي يقام لأول مرة على مستوى الشرق الأوسط والقارة الأسيوية وذلك بفضل الجهود المتواصلة لرعاية ودعم القطاع الشبابي والرياضي من قبل القيادة الحكيمة والمتابعة المستمرة من قبل سموه الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك المفادة للعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الجنة الأولمبية البحرينية التي حققت من خلالها نتائج مشرفة ساهمت باحتلال مملكتنا مكانة مرموقة على صعيد جميع الرياضات بشكل عام ورياضة فنون القتال المختلطة بشكل خاص بعدها استعرض سموه مع الأعضاء جدول الأعمال حيث اعتمد سموه موعد إقامة البطولة وبطولة اتحاد القتال الشجاع وكونغرس الاتحاد الدولي بفنون القتال المختلطة في شهر نوفمبر القادم كما اعتمد سموه تشكيل اللجنة التنفيذية برئاسة سعادة العقيد خالد عبدالعزيز الخياط رئيس الاتحاد البحريني لرياضة فنون القتال المختلطة هذا وقد اعتمد سموه إقامة معرض إكسبو مصاحب لمنافسات البطولة والتي ستقام بصالة مدينة خليفة الرياضية إذ سيضم المعرض زاوية للمستلزمات الرياضية والصحية وزاوية ترفيهية للجمهور كما تم استعراض الحملة الترويجية للبطولة تزامنا مع تنظيم سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورملا واحد وفي الختام حث سموه جميع أعضاء اللجنة العليا والتنفيذية على بدل قصار الجهود لنجاح البطولة والتي تعزز من ثقة الاتحاد الدولي لللعبة بالبحرين والقدرة التي تمتلكها لاستضافة مختلف الفعاليات الرياضية الدولية استعرض سعادة العقيد خالد الخياط برنامج البطولة والترتيبات المقترحة لإقامة الحدث الكبير وتم استئناسه برأي سيدي سمو الشيخ خالد خاصة في كيف أن البطولة يكون لها حضور كبير وأيضا يكون فيها مشاركة من اللعبين الهوى اليوم الاتحاد الدولي يعني أعطى البحرين هذه الثقة كيف ممكن يتم أبراز اسم البحرين أمام أكثر من خمسين دولة راح تشارك أيضا تم استعراض وتركيز من غبل سموه وأنه يتم ترويج لهذه البطولة من خلال الحدث الكبير لتعيش مملكة البحرين أبرز التوجيهات كانت أول شيء هو العمل على استقطاب أكبر عدد ممكن من الدول المشاركة بهذه البطولة الترويج لهذه البطولة بصورة صحيحة وبصورة متسارعة للوصول إلى هذه البطولة أيضا وجه سموه لجنة أولمبية ووزارة الشباب الرياضة لدعم هذه البطولة وأيضا التنسيق مع الأخوان في اللجان على أساس أن يرتقى فيها ووصول فيها إلى المستوى أكد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النايب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى أكد أن نجنة الأولمبية البحرينية تبذل جهودا واضحة في سبيل تحقيق ما تحتويه الخريطة التطويرية التي رسمها سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك المفدل للعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وأضاف سموه أن اللجنة الأولمبية برئاسة سمو الشيخ ناصر تعمل على وضع الأليات والبرامج الكفيلة لدعم العمل بالاتحادات الوطنية التي تنعكس بدورها على تطور مستويات الأندية لتشكيل منتخبات وطنية قادرة على الظهور المشرف بالمشاركات الخارجية جاء ذلك لدى استقبال سموه بمكتبه بالرفاع سعادة السيد عبد الرحمن صادق عسكر الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى لشباب والرياضة الأمين العام للجنة الأولمبية البحرينية وخلال اللقاء برك سموه الإنجازات التي تحققت خلال العامين الماضيين وآخرها الميدالية الذهبية التي حققتها اللاعب فجر البن علي في بطولة كأس الاتحاد الدولي للتاك واندو للقتال والبومسي كما شاد سموه بالجهود المتميزة للجنة الأولمبية في تنمية الثقافة الرياضية بالمجتمع لأسيما لدى الناشاءة والشباب والتي توجت بالجوائز العديدة آخرها أفضل مؤسسة مهنية وذلك عن مبادرة جائزة ناصر بن حمان للبحث العلمي في المجال الرياضي من جانبه أشاد سعادة السيد عبد الرحمن صادق عسكر بالجهود الحثيثة التي يبذلها سموه لرعاية ودعم مختلف الألعاب الرياضية والشباب البحريني وأكد أن تلك الجهود تعكس حرص واهتمام سموه لتحقيق أهداف الخطة التطويرية التي رسمها سموه اشتركوا في القناة